اهلا بيكو يلا نعمل مع بعض النهاردة احلى عيش ممكن تعمليه في البيت هنعمل مع بعض خبز التوم والبقدونس طعمه حلو طريق اعداده سهلة جدن ومكونيته بسيطة ومتوفرة في كل بيت اول حاجة هنحتاج نص كباية من اللبن الدافي هنضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من الخل وهقلبهم مع بعض واسيفهم على جنب شوية هتلاقوا اللبن كتل كده وراب بقى شبه اللبن الرايب بالزبط معلقة كبيرة من السكر معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ونص كباية من الدقيق وهنضل باللبن والخل اللي انا سمتهم على جنب وهقلب كويس جدا جدا اللي هنجدي مع بعض وهقلب كمان كتير بالمضرب انا بعمل الخطوة دي ليه اولا لسببين مهمين جدا السبب الاولاني اني اختبر الخميرة بتاعتي وتأكد انها تمام والسبب التاني وده مهم بالنسبة لي اني بشغل الجلوتين في النص كباية من الدقيق اللي انا استخدمتها ده بيسهل علي العجن بعد كده يعني لو انت ما عندكيش عجين والعجن بيتعبك او بياخد منك مجهود كبير اعمل الخطوة دي هتفرق معك جدا في قوام العجينة انا بعمل ايه بعد دلاتي بسيبهم على جنب شوية يخمروا عشان اتأكد الخميرة تمام وده بيسهل علي زي ما قلتلكم العجن بعد كده هغطيها واسبها يعني ربع ساعة نص ساعة لحد ما الخميرة تبدأ تطلع فقاقية كده من فوق بصوا المنظر عامل ازاي ابتدت تعمل زي طبقة كده من فوق يبقى انا كده الخميرة بتاعتي تمام واقدر اكمل الوصف بتاعتي هضيف بقى كمية الدقيقة واللي هما اه تنين ونصف كوباية يعني توتل الدقيقة انا استخدمته تلات كوبايات وهضيف رشة من الملح وهبدأ عجن وقلب بضيف بعد كده لما بحتاج مية تكون دافية ما بضيفش لبن تاني خالص كفية لبن كده بضيف مية تكون دافية دافية يعني ايه ما تحط فيها بقى كسبوع كيس تحملها واحدة واحدة لحد ما العجينة بتاعتي تبدأ تلم معايا العجينة دي بتحب عجن كتير ويعني اغلب الوصفات اصلا المعجنات اللي بتخش الفرن بتحتاج عجن كتير بعد ما العجينة بدأ التلم كده هضيف معلقة كبيرة من الزيت اللي تقدر تبدليها بمعلقة كبيرة من الزبدة لو انت حبه بعجن بقى كويس جدا لحد ما تبقى عندي عجينة مطاطية بالمانظر ده بالزبط شايفين العجينة بتمط معايا ما بتتقطعش ده مهم جدا بس كده وفيها نسبة من التلزيق قاعدة عندك في اي عجينة هترجع تفرديها على دقيق خليها ملزقة سيكة الطبقة بتاعي مدهون مسحة من الزيت وهذه برضو العجينة بتاعتي بمسحة وسيطة كده من الزيت علشان ما تعملش طبقة كده عليها من فوق وبعدين هغطيها واسيبها تخمر خمار يبقى زي ما انت عايزة غطيها كويس جدا وياريت المكان يكون دافي واسيبيها تخمر لحد ما حجم العجينة يتضعف يعني على الأقل ساعة خصوصا ان الجاوة بردو اليمين دول غطيتها وسبتها بصوا تقريبا بعد ساعة بصوا العجينة بقى حجمها اعمل ازاي بقى يعني اكبر من الضعف كمان هديها بقى البوكس التمام كده هطلع منها الهوى عشان ابدأ اشتغل بها انا هسمها الاول على شكل على كرات متساوية الحجم بصوا العجينة اصلا مططية جدا ازاي يعني بقدر الامكان خلوا الكورة قد بعضها تقدر توزنوها لو حبين وتقدروا ما توزنوهاش برضو لان يعني مش مهم او يطلعوا شبه بعض المهم يطلعتها مهم حلو بس هشكلهم على شكل كورك عشان يسهل علي بعد كده الفرد وعشان زي ما قلت لكم يطلعوا شوية قد بعض بصوا دي الطريقة اللي انا بشكل بيها الكورة بالمنظر ده اللي مهم من تحت كده لحد ما تلم معيك وتديكو شكل الكورة بصوا عملت معي الكمية دي والكورة الصغنونة دي هابدأ اشتغل فيهم على طول اه هابدأ اشتغل باول كورة عملتها هرش رشة من الدقيق والتربية بتاعتي طبعا نظيفة جدا وهبدأ افرد العجينة بتاعتي انا مش عايزة العجينة رفيعة قوي عايزها سميكة شوية وخلي بالكم ان احنا بنسيبها تخمر تاني يعني بلنشابة كده كم مرة مش اكتر عشان انا عايزها عشان انا قصلا قريدي عامل حجم الكورس وغننه بس كده شايفين المنظر بنفضة بقى من اي ذيء زيادة فيها وكده بالنسبة لي بقت مثالية جدا راستهم على صوج ممسوح مسحة بسيطة من الزيت وبعدين هغطيه وماسيبهم يخمره على الاقل لنص ساعة لحد ما حجمهم يتضعف تعالوا بقى نجاهز الاستوس اللي هنغطي به العجينة بتاعتنا نص كباية من البقدونس مع علاقة كبيرة من التوم وتقدروا تقليلوا كمية التوم لو انتم مش بتحبوا ناكياته قوية قوي ونص كباية من الزبدة اللي تقدروا تبدلوها بزيت زتون لو حابين وتقدروا كمان تبدلوها بسمنة برضو لو حابين هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا وبضيف كمان رشة من الملح الملح طبعا اختياري كمية اللي انت عايزيها بس خليها مملاحة سيكة بصوا بقى بعد تقريبا نص ساعة العجينة بتاعتي خمرت جدا بالمنظر ده عشان بقى نديها شكل حلو وكمان الصوص اللي احنا عاملينه ده يمسك كده عليها هنستخدم اي حاجة حد عندك بالمنظر ده بس انا مش هستخدم سكينة ولو هتستخدمي سكينة استخدمي الضهر السكينة مش الحتة الحمية بتاع السكينة اول بتاع اللي انا بستخدمها دي اللي انا مش عارف اسمعها ايه بس يعني شكلوها بقى كده مربعات بالمنظر ده بالزبط المنظر ده بيديها في الاخر شكل حلو وكمان بيخلي البقدونس والتوم كده يخشوا جوه العيش كده ويتشربوا فيه بصتوا المنظر اهو زي ما قلتلكم اي اشكال في الدنيا واي اي حاجة عندكو حد تقدروا تعملوا بيها كده يعني ما تشغلوش نفسكو وتقيدوا نفسكو باللي انا بستخدمه هابتقى بقى اوزع الزبدة والتوم آآ والبقدونس عليها وطويل يبالك شوه عشان هي مقرفة شوه في التوزيع بس عشان انا عايزة كلها تبقى متغلفة بالصوص بتاع الزبدة اللي احنا عملناه بدخل الفرن يكون متسخن على درجة حرارة ومتين واربعين آآ بفتح الفرن بس من تحت وهي هتلاقيها استوي اخدت اللون التحفة ده لانها قريدي مدهونة من فوق لو لقيتها طولت وبتدت استوي من تحت ومن فوق لسه ما اخدتش لون اتصي من تحت وفتحي من فوق لحد ما تاخد اللون التحفة ده بصوا بقى انا هتلاقييني فيه وحدات عملها مش محمرة قوي وفيه وحدات عملها محمرة شوية عشان احنا في البيت مقسومين اتنين انا وبنتي بنحبها مقربشها كده جوزي بيحبها لسه ايه فيها طراوة شوي زي ما انتوا عايزين تقدروا كمان تمسحهاها بمسحة من السوس ده لما تطلع من الفرن كي اديها لمعة والتوم والبقدونس الفرش بيدي نكرة كده اقوى كمان من اللي احنا حطناها وده خلي الفرد بصوا بقى هشاشة وريحة فضيعة انا مش قادر اوصف لكم ريحة العيش ده بتقلب البيت من كتر ما هي حلوة جدا انا بعمل وصفة دي كتير جدا وبعملها عندي وبعملها عند ماما عند ماما بقى بعمل كمية يعني بعمل كيلو دقيق مثلا او كيلو ونص دقيق عشان كل البيت يأكل منها لانهم الوصفات اللي الكل بيحبها جدا اتمنى الوصفة تكون عجبتكو اتمنى الجرباء تقولي لعرقائكم فيها ايه بنسوش تكتب لي في الكومنتات عن رأيكم في الوصفة او عن اي وصفات تاني عايزين نعملها لكم واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديدة وبي باي باي